عايز أكلم بقى بصراحة يعني جماهرنا هو أنتو تفسير كل الظروف الصعبة إيه يعني لماذا نريد أن نحاسب الفريق على الظروف المثالية باستمرار أن يقدم لنا أعلى حاجة تعالوا بصوا للنتاج التي يحققها النادي الآلي هو الفريق المصري الوحيد المكمل في بطولة أفريقيا طيب عايزين منه بالظروف الصعبة جدا دي في الغيابات الصعبة جدا دي عايزين منه أداء ونتيجة وإحنا عايزين أداء ونتيجة بس وإحنا بنحاسب نحاسب اللحظة والظرف لازم نبقى عارفين أن في الظروف اللي احنا فيها دي نقبل أحيانا بتزابزب المستوى نقبل أن الناس متبقاش في أحسن حالتها نقبل أن في لعبة راجعة آه بس عايزة وقت عشان تديلك أعلى ما عندها مش تصاب تاني فمن فضلكم الفترة اللي جاية هتلاقوا برضو ربنا يحمي ويحفظ وكل حاجة لكن غالبا هنلاقي إصابات غالبا هنلاقي ظروف صعبة نتنبه أن كل اللي محتاجه الفرقة دي واللي بيشغل المطور دلوقتي هي القوة الكامنة في روح النادي الأهلي وثقافة الفوز وروح البطولات أوعى نخدشها دي لأن هي دي اللي سيقانة في الفطرة اللي فاتت والفطرة اللي جاية لحد ما الفريق يكتمل خليك وورا الفرقة واللي عنده نقد واللي عنده اعتراض واللي عنده رأي ممكن يأجله يبقى كتر خيره ممكن يأجله أحسن وقت تنقض فيه حد وهو كويس يستحملك يبقى عنده صخة في نفسه لكن لما يكون مش مية مية النقد ممكن يجيب نتيجة عكسية تماما وخصوصا لما يكون مفهوش إحساس بالظرف يعني الظرف الصعب اللي بيعيشه النادي الأهلي دلوقتي واضح ولا مش واضح بإضافة حاجات جانبية حنتكلم فيها لو يعني زهر في رمضان يسمح هديكم مبارح مثلا إليكم في مطشاط مبارح وتحكيم مبارح والظروف اللي حصلت مبارح ما هي ظروف برضو يا جماعة ليها تأثير هما يكون لك ضربة جزاء مية المية مبارح هتريحك وما خدتهاش